اشتركوا في القناة اشتركوا في انستغرام يعني قلت بانه كيروج الشيء تداعي يدير ان بعض العقاقر اللي كتقوي المناعة الى اخره الناس اللي تعافوا هنا في اسبانيا كتعرفوا المجموع دي لما كثرة من 12000 ديال الناس اللي تعافات من هذا الوباء هذا يعني كيدداعي ولا كيقول بانه يعني اه تعافوا بهذا بهذا العقاقر هذا هذا هو الشيء اللي خلاني ندير هذا الفيديو هذا قلت قلت بالان انا ندير فيديو ولا لايك ولكن بلية ندير فيديو باش نعطيه التفاصيل الكاملة حول هاد المسائلة باش نكذبوا هاد الامر هذا هو الغرض من هاد الفيديو هاد كما قلت المشكيل اللي خطير يعني قبل ما ندخل معكم في التفاصيل يعني غنتكلم على جوش ديال المسائل غنتكلم على هاد الحساب هادا اللي كيروج هاد المسائل وغنتكلم كما اشتركوا في العنوان على المغرب لاننا سبحان الله العظيم ماشي كل شيء الا من رحمة ربي يعني ما كان نعممش طبيعة الحال يعني ناس اللي كيستغلوا اي حالة حتى في هاد المسائل ولا في هاد الظروف الصعبة الناس كتستغلها باش تجني الاموال على ظهر الصحة ديال الاخوان ديال ده بنترقيوليتها هي إن شاء الله في اخير الفيديو ده بقد قد نركزه على الحساب كما قلت اللي تابعه اكتر من جوجة المليون وربعميات الاف ديال الناس اكتر من جوجة المليون وربعميات الاف ديال البشر اللي كتبعة هاد الحساب كما قلت اللي هو على المنصة ديال ان استغرام من بعد إن شاء الله رغضي نخلي لكم في أول تعليق يعني الروابط ديال الأخبار بجوش اللي غدت تكلم عنها يعني تخيلوا معيش حالت على البشر والمشكل أنه كيددعي هات السيد بأنك ما قلت يعني اكثر من 12 ألف ولا المجموع ديال الناس اللي تعافوا في إسبانيا من هاد الوباء كل هم تعافوا بفضل بعض العقاقر اللي كيددعها هات السيدات يقول أن هكذا تقوي المناع وهذا كله كدوب وكله ضحك على الضقون وكله يعني تضليل ديال الناس وكيخلي الناس يعني ربطه الأمل على وحد الحاجة اللي بقى ما كيناش أنا أول حاجة كنقول لصاحب الحساب اتقي الله في نفسك أول حاجة والحاجة الثانية اتقي الله في خود ديالك لأنك تتبعك كثر من جوجة المليون كما قلت وربعمائة ألف ديال الناس والمشكل اللي خطير أن التعليقات اللي شفنا يعني كلها كلك يقول والحمد لله سبارك الله الحمد لله قولينا أخويا كنكي نهات الشيء إلى آخره يعني أول حاجة قبل ما ما يفوتني يعني باش نوجه واحد نداء ولا واحد يعني الشقر لواحد الأخر لصديق حبيبي يعني في فرنسا يعني يعيش فرنسا عنده قناة يعني تبارك الله كبيرة واحد القناة يعني في المستوى اللي هو عبدو اسم دياله عبدوحد صاحب قناة مرايا 24 كنتمنى باش تطالعوا للقناة الدخلوا تطالعوا للقناة والمحتوى دياله يعني ذكرت أنه يا فهد القادية لأنه قولي صيفت لي هذا الخبر هذا وقال لي يا أخويا مصطفى أنت بما أنها كانت تعيش في إسبانيا بقيتك تعطيني يعني ماذا صحة هذا الكلام مثلا أشنه يبلغ في هذه القضية يعني قدرنا واحد تحليل يعني بنا تنوش أنه قعد تعالق ديال الناس اللي كيعلقوا لهذاك المنشور كلهم كيقولوا الحمد لله سبارك الله فين كينا هذا الشيء الحمد لله قعد الشيطاء الناس تعافوا بهذا العققير فين كينا إلى آخر يعني الناس أبدأ كيتخيل لهم ولا بدأوا كيتوهم توهم ليم أنهم صافي العلاج يعني يتلقى وهذا ضحك على الضقون كيما قلت توهيم ولا بيع الأوهام للناس وهذا شيء خطير لماذا؟ كيما قلت لأن الحساب كتب عجلة مليون وربعمائة ألف ديال الناس يعني ومشي كلهم هذ الناس يعني عندهم واحد يعني يعني ما شاء الله باش يعرفوا يفرقوا ما بين الصواب ما بين الخطأ هذا أول كين يعني كيما قلت لكم هاد السيد هذا أنا كنطلب الحسابات اللي من هاد النوعد اللي كتكون تتبحهم وهاد الفئة كبيرة ديال الناس يعني يتم الحذف ديالهم يلاحطوا شيء حاجة من هاد القابل هذا شيء حاجة شيء كذبة اللي كتروج لواحد المسألة اللي احنا كان مر بواحد لمحنة لهالمغرب لأسبانيا لأعطالة لأبزاف ديال الدول في العالم ولا قاعد دول في العالم كتمر بواحد لمحنة اللي هي كبيرة وكان عاني وكاملي من هاد العدو اللي ما كيبانش وكيستغل لكن ما قلت سواء هاد السيد اللي كنتكلم عليه ولا الناس اللي غنتكلم عليهم اللي شدهم في المغرب بتهموا من اللي كانوا صاحبهم يديروا شيء مسائلي لمحضور يعني هاد الناس هادو خاصة بقال فيهم الكلمة ديال العدالة العدالة اقصد تقول الحق الكلمة الحق في هاد الناس هادو لأنهم يعني كيدروا بالصحة دي العامة هادو ولي كين يعني خليوني نقول لكم اللي هي خطيرة وخطيرة بالزال وكتعرفوا النسبة دياللواء عدنا في المغرب واخر يعني المنظمة كما قلت للصحة العالمية كنت قلت كتقول بأنها يعني لن تعتمد اي دواء محدد وفعال ضد هاد الوباء حاليا ما كينش مدم المنظمة العالمية يلي الصحة كتقول بأنها ما كينش دواء معتمد فعال بمعنى ما زال ما كين حتى شي حاجة ما كين لاش نديره ولا ننشروا شي حاجة ولا نبيعوا الوهم للناس ونخليوا الناس تربط الأمل على شي حاجة ما كيناش هذا هو اللي كين يعني ندوجوا ذا بل إسبانيا بما أن السيد تتكلم على إسبانيا ولا المعلومات ولا يعني الأرقام والبيانات اللي كنت تتكلم معكم يعني كنت تتكلم من مصادر اللي يمطوق بها يعني كنت تتكلم من المواقع الرسمي ديالسانيداد ولا ديالوزارة الصحة أنها كتقول يعني كتستعمل مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات يعني على سبيل المثال ذكرات الفيروس مثلا ديالانفلونزا النزلة ديالبرد مثلا السعال مثلا يكون عندك صداع في العضلات ديالك صداع الحمى إلى أخير سيلان ديال الأنف أشنو لي كتستعمل كتستعمل طرسي طمول وكتستعمل إبوبروفين ولكن كتقول بأن هذا الدواء هذا غير فعال ولكنه لن يهاجم هذا الفيروس يعني ما كيهاجبش هذا الفيروس هذا يعني كيداوي بهذه المسائل الأخرى مثلا مثلا بيكون عيان على كر واحدة على كراسك إلى آخرين نيوف كديس بالماء يعني هاد طرسي طمول وهاد إبوبروفينو كيعطيول هاد الناس لعندهم هاد الأنواع ذيال النزلة ذيالبرد إلى آخره ولكن ما كي أضطرش بصفة نهائية ولا كي أطاقي ولا كيهاجم هاد العدو اللي ما كيبانش باقي ما توصل لي ثا واحد وبالتالي هذا دليل قاطع بأن احتى حاجة ما كينا من هاد شي اللي كي يقول هاد السيئة هذا لأن الناس كيتعالجوا يعني آآ بمواد يعني اللي فات دارت مثلا الفيروسات اللي كانوا دازوا قبل كما قدت لهم الانفلاوانزاي يعني دال دال صارس وهذا إلى آخر يعني كانوا دازوا كتعرفوا هاد هاد الوباء هذا يعني هو آآ عائلة من العائلة ديل 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 الالفيروسات اللي إذا أقبل منه يعني هذا يعني ما زال ما عارفوش وعندوا واحد تشكل عليش سموه يعني الكورون يعني يعني السموه هذا الاسم هذا هو على شكل آآ تاج من اللي كيشوفوه يعني بالمجهر كيبال لهم على شكل تاج تاج يعني ركما كنت عارفو التاج اللي كيذير المولوك فقرص هذا الشديد يعني عندهم نسبة كبيرة دي الناس متابعينهم وكيستغلوا هاد الفرصة هدي باش يبدوا يبيعوا هاد الوهم للناس وهذا غادي ضربهم وما كالاولين بعدها وقد ذلك يعني غادي ضرب الناس المتابعين وهذا هو اللي كيف. ده مغادي ندوزون هدرو على الاخوان ديونا المغاربة. الاخوان ديونا المغاربة اللي كيستغلوا كما قلت اي ضرف اي ضرف. والدالي له هدا شوفوا الضرفية اللي كيمر بها المغرب دين الحبيب والدول دين العالم كاملين كديرة. ومع هذا الناس اللي مع انتمش ضامير كيستغل له هاد الامر هاد يعني باش يربحوا له الفلوس. هاد الناس هادو في المدينة دي الفاس يعني كان عارفوا مدينة فاس هي من اكثر المدن تضررة. ولا من اكثر المدن اللي فيها اه واحد الكمية كبيرة ديال الحالات. يعني كانت فيها اكثر من سبعة عشر حالة والصرف. يعني اه ما عنديش الرقم بالضغط. ولكن احتل هادو يومين والايامس. ولا ما عارفش مهم كان فيها اكثر من سبعة عشر حالة. يعني اه يعني استهدفوا هاد المدينة لان كما قلت يعني فيها واحد العدد ديال كبير ديال الحالات. اشنو يدارو هاد الناس. يعني عندهم واحد صوت عنه التحت. يعني تحت شيء مبنى. واحد كما يسميه بالمغرب. ما عارفش كما يقول له بالمغرب. يعني صوت عنه التحت. واحد لاكاب. وبدأوا كيصنعوا فيه اه واحد المواد وكيددعوا بانه جيل معقم. يعني اه طيبة ومعترف به الى اخير. اربعة ديال اشخاص اللي تشدوا يعني العمار ديال مكترة وحما بين عشرين حتى الخمسين سنة. اربعة اه اشخاص اللي كيدديروا هاد العمل هادا كما قلت. اشنو اللي كيشدوا? كيخلطوا مواد مو ديال التنظيف. وبعد المواد اللي هي ذاك الكوحول اللي كتباع ذاك لانكول اللي كيتباع الطيبة. وكيخلطوهم ما بعديتهم وكيددروا الليتروات. يعني الليتروات اللي هي كبيرة كثيرة. يعني بزاف ديال كمية كبيرة ديال الليتروات. وكيخلطو كيذيروا قريعة صغار. وكيددهم يبيعهم يخرجهم بعمل السوق برا يعني في السوق السوداء كأنهم كأنهم معقم طبي يعني معترف به ومرخص له. يعني شيء يحزن شيء يحزن من اللي كنشوفه المغريب الحبيب يعني ينزف يعني والناس اللي باقا كتوصل بها الحقارة احتل هالدراجة هدي باش يستغلوا هاد الوضع كما قلت. ويبدأوا يصنعوا في شيء مواد اللي هي محظورة. وما عنداش اي يعني ترخيص طبي ولا يعني ولا يعني مهني. وكيددروا هاد المسألة دي كيصنعوها وكيبيعوها كما قلت على انها مواد معقمة معترف بها طبييا. هذا هو اللي كيحز في النفس كما قلت. يعني واش ما كيشوف هاد الامتحان اللي سيفطنا الله. كيشوف انه امتحان. من الله تبارك وتعالى ما سيفطنا واحد العدول اللي ما كيبانش صغير. ما كيبانش. ورغم هاد شيء ما زال الانسان غادي في الحمقات دياله. ما زال الانسان ما بغاش يعيق وما بغاش يفيق من السوبات دياله. وما بغاش يقول اش كان دير انايا. لا حوله ولا قوة الا بالله. على اين اخواني واخواتي ما قدش نطوع عليكم اكتر من هات شيء. الروابط ديال الاخبار بجوج لا الحساب كما قلت لكم اللي هو محطوط. على المنصة ديال انستغرام اللي كيروج كما قلت لهاد العقاقر ديال التقوية ديال المناعة اللي كيقول بان الدواء وبيقع الناس اللي الدواء في اسبانيا. ولا الرابط ديال الخبر ديال الاخوان ديال المغاربة. للاسف الشديد. خوتنا مغاربة. يعني اللي داروا هاد المسائيل اللي هي محظورة كما قلت. وفبركوا هاد المسائيل وكيددعوا بانه جيل يعني معقل. هذا هو ليك. نحن نخليهم لكم بجوج في اول تعليق. ولاكم واسع النظر. هذا هو لي بل يا اخواتي. اه كانت مننا نكون في تكم رغم ان هاد الاخبار دي يعني لا حول ولا قوة تأيب. لا خسنتها ينطرقوا لي وخسن واعيوا الناس بشهد شي هادا يديروا منه احطيات ديال. ماذا هو ليك. حسنونا قد نكون ساعدت هذا الفيديو اخواني واخواتي تحية لكم كاملين. تحال الله لي يفرسكم كامل عدا. والسلام عليكم.